أعتقد مارفك الاتحاد ما أقال أنا من وجهة نظري أن مارفك اللي هرب حسب معلوماتي الخاصة أن مارفك اللي هو السبب اللي قال يعني الاتحاد الكرة أو لجنة المنتخبات أجبرت على إقالة مارفك وهذه مصادري أنا الخاصة أن الرجل بعد مباراة إيران ذهب إلى هولندا وما تعاون مع الجميع ولا رضى حتى يرد وكان فيه التزامات عليه في عقدة وفي شروط والرجل خالف عقدة لذلك هذا السبب الرئيسي وأنا من وجهة نظري أن هذه هي المشكلة إذا كان المدرب هو اللي أجبرك على أنك تتخلى عنه معنات أنت كنت مقتنع فيه في السابق وأجبرت على هذا الوضع وهذا اللي صار أما بالنسبة لاختيار كابتن أروا بارينا ما نقدر أنا شخصيا ما أقدر أحكم عليه اليوم هل هو قرار صحيح أو لا في مدربين أفضل نعم في مدربين أفضل تقدر تيب مدربين أفضل وبناء حتى على تصريح لجلة المنتخبات أو رئيس لجلة المنتخبات اللي شنال اليوم في المؤتمر قال هو ليس الخيار الأفضل ولكن الأنسب فهو حتى لجلة المنتخبات مش مقتنعين بالمدرب نفسه وكان أنسب شنو أقعه مع عقد قصير فبتالي مصعب أنك تحكم عليه اليوم على أروا بارينا ولكن كان عند لجلة المنتخبات حلول أكثر ممكن تساعدهم بشكل أفضل إذا كان في تأني وفي حكم في الموضوع أو سؤال خبرة لخيروك أنت سيل معه ولا لا مع أروا بارينا أنا أقول في أفضل يعني أكيد في أفضل